اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على السياسة اللي بيتبعها مجلس الادارة وبالتالي النهاردة الجمعية العمومية للنادي الاهلي لم تكتمل فده معناه برضو وده عكس مكانة وشاع في بعض الجروبات كده على الفيسبوك في الفترة الاخيرة انه فيه جابة معارضة وفيه كذا وطبعا مع كل الاحترام لا لا طبيعي لازم يبقى فيه ومع كل الاحترام حتى لو اي حد عند وجهة نظر مخالفة لمجلس الادارة اعتقد ان مجلس الادارة بيكون اول المرحبين بهذا بدليل برضو حضور هذا العدد من اعضاء الجمعية العمومية والكلام اللي تكلم فيه كابتن محمود الخطيب انه هو برضو بيقول رغم الصعوبات اللي بتواجه هذا المجلس الا انه فيه انجازات والحمد لله ميزانية فاقد فيها كويس ولم يكتفي بكده قال كمان انه يعني المجلس الادارة بيسعى لمضاعفة نعم مش زيادة فقط مضاعفة الميزانيات اللي موجودة وطبعا زي ما حيطك شايف والناس كلها بتفرج معنا فيه شكل حضاري معتاد داخل النادي الاهلي باقامة الجمعية العمومية والحرص يعني حرص مجلس الادارة كان كبير على ان هي تكتمل يعني مجلس الادارة لم يكن ضد اجتمال الجمعية العمومية بالعكس لا اصلا فيه ناس على فكرة فيه مجالس احيانا بتشتغل لإفشال ان عقاد الجمعية العمومية وخبالك لكن انا بعتقد ان مجلس الادارة كان جاهز ومستعد تماما لاكتمال هذه الجمعية العمومية صحيح والاجابة على كل اسئلة الاعضاء نعم سيد محمود اعرف رأيك برضو قبل ما ناخد كلمة الكابتن نا طبعا انا عاوز اقولك على حاجة انه زي ما قال للأستاذ جمال انه عدم الاكتمال يبقى له رؤية واضحة كابتن اسلام طبعا غير بخلاف موضوع الثقة لانه على مدار تاريخ مجالس الادارة الاهلي كلها في الغالب يمكن اكتمل مرة وحيدة في فترة 98-99 وقتها كان رحمة الله عليه كابتن صالح سنين وقتها كان لسة حمام السباحة الجديد في مدار تاريخ مجالس الادارة الانسحاب وكان في حدوثة ورغم ذلك حتى رغم هذا الاكتمال وحصل وقتها بعد المنوشات كان اعضاء معترضين شوي على حاجة لكن ادرب ببراعة شديدة وقتها كابتن حسن حمدي يحتوي الموضوع لانه مخرجش البعض برضو زي ما بقى له السيد جمال كده بقولك ايه البعض بيحاول يصور انه حتى لما تكتمل يعني لما فيش قلق لانه الثقة المتبادلة ما بين اعضاء الجميع العومية ومجلس الادارة اللي هم اختروا لازم تاخد بالك من جزئية حتى من خلال تشوف النهاردة انت عندك الجزيرة الشيخ زايد مدينة نصر وبتستعد الحدث الى اكبر كمان فيه التدمع وعندك كمان الفرع الاصر اذا كان هناك بعض المشاكل الموجودة بيأخذ بيها وبيتسلمها مجلس الادارة واكيد عنده عين فاحصة وموجودة بيتابع كل الحاجات بيحطها في ملف وبيقدمها المجلس الادارة هذا النهاردة ده دليل على الثقة في المجلس وانه تفويد المجلس باعتماد عمال الجمعية العمومية واتخاذ كثير من القرارات اللي هم شايفينها وحجم العمل الكبير اللي بيتم على المستوى على الناحية انه واحد استثمارية في ظل مش عاوزة اقول ظروف عالمية كمان ظروف محلية كمان على الوض سابت انك انت تصل للمستوى ده في حجم مثلا الرعاية الجديدة تصل في حجم الشراكة اللي موجودة شركات كبرى بيبقى عنديها رغبة في ان التعاون مع ذاكيان الكبير صاحب التاريخ العريق والتاريخ المستمر من النجاحات ايضا مجلس دارة النهاردة وجوده وتواجده بالكامل بيبراهن لك على حجم كمان العمل وانه مستمرين في هذه الفترة فاعتقل انه النهاردة ده تجيد للثقة في المجلس دعم كبير جدا من الجمعية العمية للاستمرار نحو استكمال مرحلة وافتتاح فرع التجمع الخامس وتحقيق الأفضل للأهل وأعضاء طيب هنرجع نتكلم في هذه الأمور وافتتاح المقرات والتطوير اللي بيحصل في المقرات ولكن خلينا نطلع نشوف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيلقي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية ماذا قال ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة احنا ممكن نلتاقل النهاردة في بعض المواضيع كانت معروضة على حضراتكم المواضيع دي هتكون بعد بس ما تعلن النتيجة هتكون من تعود مرة تانية لمجلس إدارة اللي هو بتشرف أن انتم دوتونا ثقاتكم ثقة دي ثقة كبيرة جدا جدا في بعض يمكن من عضاء مجلس إدارة قبل ما تكمل كلامي فيه ظروف فيه محضرشي الأستاذ خالد مرتاجي أميني السندوق المؤنس خالد مرتاجي لكن هو داخل معانا على زوم فيه برضو بعض الزملاء مش عارفين ما نفصل نتواصل معاهم عشان يخشوا معانا على الزوم مهم في الجامعة دوة اللي احنا فيه النادي الآلي بيمر لمرحلة حلوة الحمد لله وصعبة النادي الآلي تعود ان شاء الله اي مشكلة موجودة بتتحل ما بين العائلة الوحدة والأسرة الوحدة كمان الشيء اللي انا عايز يعني اقول اللي احراكم عليه ان احنا الحمد لله عندنا فرع الجزيرة ومدينة نصر او كمكر الجزيرة ومدينة نصر عندنا اهل الشيخ زايد عندنا اهل التجمع تجمع بيذن الله في غضون شهرين تقريبا اذا ما كانش قبل كده هيكون في زي نوع من انواع يعني زي يقولوا كده في البس التجريبي يعني عايزين ان شاء الله في خلال اسبوعين من دلوقتي هيكون فيه التشغيل التجريبي بالنسبة للتجمع ان شاء الله بغضت ما يتم الافتتاح الكامل بإذن الله النادي الآلي الحمد لله مزانية كويسة النادي الآلي الحمد لله عنده نجاحات ورعاية بأرقام لحد ما معقولة كويسة لكن الحمدات ما دايما يكون احسن من كده ان شاء الله لان مصرفاتنا كتير اه عندنا ارادات الحمد لله رب العالمين لكن فعلا مصرفاتنا كتير جدا علشان كده عندنا رؤية للسنوات القادمة بإذن الله ازاي نزود اراداتنا بحقوق وبابتكار لحقوق غير الرعاية الموجود علشان ان شاء الله ندخل موارد تاني بإذن الله إذا ربنا وفقنا يعني احنا هنسعى في ده وبإذن الله نطلب من الله التوفيق تاني مرة تانية برحب بحضراتكم كلكم بشكركم كلكم على الحضور واسيب بقى لدكتور السيد حزين يكون هو يتولى ادارة الموضوع شكرا السلام عليكم طبعا كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب بيشكر أعضاء الجماعية العمومية وبيقول ماذا حدث خلال الفترة السابقة طبعا هو أولا هو التواصل بين مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب وعلى الجانب الآخر طبعا الجماعية العمومية هو تواصل مستمر والجماعيات العمومية العادية اللي هي بتقام سنويا هي الأساس فيها بيكون مراجعة الأعمال اللي تمت خلال عام وفي مقدمتها الميزانية والموازنة المخترحة وبالتالي أنا بقول لحياتك مش صعبة على الناس لو هي عايزة تحضر هتقدر تيجي بمنتاز سهولة واللي أنا عرفه أنه مجلس الإدارة بيوفر وسائل انتقال من الفروع المختلفة واخد بالك كابتن لحضرهم إلى المقر الرئيسي في الجزيرة فلو حد يعني يعني مش هنقول مثلا أن الناس مش عارفة وتروح لا المسائل ميسرة جدا أنه أي حد عاوز يروح يدل بصوته أو يقول رأيه يعبر عن رأيه صحيح ده متاح للجميع وأنا بقول كمان يا كابتن ابداء الأراء دي مش فقط كمان في الجماعية العمومية ممكن من على مدار العام أنت لو أي حد لو عايز يقول رأيه بيقدر يوصله يعني بس يا أستاذ جمالو يا أستاذ محمود يعني أنا من الناس اللي بتروح النادي كتير جدا يعني فلو في أي حاجة جنبي مثلا حاجة مش نظيفة حاجة بتوجه للدكتور ساعد مش أنا أي حد كمان من اللي قاعدين بشوفه بيقول أنا رايح لدكتور ساعد عشان أتكلم معاين وفي ساعتها على فكرة بيحسن الموضوع وده بالتالي ده بيؤدي إلى إيه التقارب أولا وإن هو أنا كمدير أو أنا كرئيس نادي أو أنا عايز إيه أصلا هي علاقة أنا عايز الناس تبقى مبسوطة بالضبط وهي علاقة فيها طرفين حقيقة طرف هو مجلس الإدارة المنتخب بإرادة هذه الجماعية العمومية نعم مجلس الإدارة اللي موجود مش مجلس جاي لا هو معين من شهور يعني طبعا فلو في أي مشاكل عند أي حد من الأعضاء يتفضل طبعا أكيد مجلس الإدارة بيرحب بهذه الأراء جدا بالاختلافات اللي قد تكون موجودة وفي النهاية في إطار برضو عائلة الآلي العمل أو البرنامج نفسه ده كله في خدمة الكيان هو رئيس عاوز أقولك هقدرك على حاجة هو الفترة حتى الفترة اللي سبقت الجمعية العمية على مضاهر الشهرين الثلاث ألف كان فيه جولات من خلال أعضاء مجلس الإدارة ويمكن حتى في فترة غياب الكابتن وفترة علاجه وخارج برا كان فيه جولات مكوكية مهمة جدا قام بها المزير العام الفروغ مع المجموعة من أعضاء مجلس الإدارة السسدر يانديل محمد الجرحي مهندس خالد مرتاجي يعني كل أعضاء مجلس الإدارة مجلس دكتور محمد شاو يعني دكتور محمد سراج سمعوا أكيد وجهات النظر وبعض الحاجات اللي أعضاء طلبوها وطلبوا من خلال الجلسات دي فيه بعض المشاكل سواء كان فيه مدينة ناصر حاجات معينة ملاعب حاجات فيه فيه الشيخ زايد فيه مثلا الباركنج فيه مش عارب فيه طلبات الحاجات دي كلها تحطت في فيل وهتكون بصار اهتمام بس هو يعني عاوز أقولك على حاجة الجمعية العومية بتبقى فرصة على فكرة فرصة الناس ده تشوف بعض عشان تبقى التراح لك فيه ناس تبقى مش مش عطول على مدينة السنة بيلتقوا مع بعض النهاردة لما يقول الكابتن أنا باشكر الجمعين وماء على السقة السقة اللي ديتها له وفوضت المجلس في اتخاذ القرارات واعتماد الحساب الكتاب وكله ده بيبقى فيه محال النقاش هل معنى عدم اكتمالها انه المجلس مش هيهتم بالطلبات اللي هي وصد لا ده بيبقى فيه اقتراحات بيبقى فيه آآ السيدس محمود لماذا لن يهتم يعني وانا بقول لها دور المجلس وعلى اي أساس ما انا بقول لها حضرتك على حاجة في حجم فيها اولويات لا طبعا حجم الاعمال اللي بتم يا كابتن كبير جدا كبير جدا بسم الله ماشاء الله ده أنا بسأل لحد سؤال بقول له معالي الشرع عاوز السلق سؤال بس هو ريال مدريد ولا برشلونة ولا بريسن عندهم أندية زي كده قال لي لا ما فيش الكلام ده يعني الحزبة الحزبة فيش الكلام ده وحتى الحزبة النادر الاجتماعي مش موجودة ده نادر رياضي في الشكل حتى لو كان ليه شكل الجامعين العمية زي الشركة والكلام ده لكن عاوز اقول لك حاجة انت لما بشوف حجم العمل وحجم الانتشار الكبير جدا والتوسع وانه ميزانية بتتخطى يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجة كبيرة جدا ده يدل على ده ده مش يعني مش ولادة النهاردة لا ده تراكم وجهد أجيال وعمل كبير جدا تم على مدار السنوات اكتسب الكيان الكبير من إخلاص وجهد مجالس إدارة ولعيبة ورياضيين ونجوم وأعضاء نفسيهم بيعرف وامتى ليهم قومة لما يحسوا ان النادي عايزين وعايزهم بتلقى العضاء وقفين لأنه عاوز أقول لك هل حاجة أعضاء الأهلي هم جمهوره صحيح ايو يعني عشان ما تبقى تبقى فاهم من أعضاء الأهلي هم جمهوره أنا دايما لما باجأتكلم يا أستاذ محمود يا أستاذ جمال دايما نقول أعضاء الجمعية الأمممية وعضاء الجمعية العامة أعضاء الجمعية الأمممية دول اللي هم 200 ألف تلقى فاربعة يعني حوالي 800 ألف مليون واحد تقريبا لهم العضويات العاملة بأوثرهم يعني أما الجمعية العامة فهي 70-80 مليون أهلاوي اللي بيشجعوا النادي الأهلي بيحبوا النادي الأهلي وبيبقوا فخورين بأي إنجاز بيحصل داخل النادي الأهلي من إنشاءات ومن تطوير لأنه في الآخر أنا بحب النادي الأهلي بشجع النادي الأهلي حايز النادي الأهلي لقامه زي ما حدودك أشرت برضه هو دور مجلس الإدارة يعلم جيدا الدور اللي هو الموكل إليه بدليل إنه المجموعة في منهم عدد كبير كان موجود في الدورة اللي فاتت وعارفين مشاكل وطلبات النادي صحيح وبرضو لازم نقر حقيقة مهمة جدا إنه طلبات الأعضاء ها لن تنتهي دب لن تنتهي يعني طول ما في حياة طول ما في ناس موجودين كل يوم بتطلع طلبات جديدة مشاكل وطلبات أهم حاجة بقى إيه إنه مجلس الإدارة بيتفاعل بيتفاعل بتفاعل بيتفاعل دي وإننا نتكلم برضه بنجيب بنحاول نجيب دي جولة مجلس كابتر محمود الخطيبة ومجلس إدارة ديف التجمع في مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة نعم نعم بس أنا شفت الصلاة ديف زايد آه ما هي موجودة في كل الصلاة المبطأة طبعا بس ده هنا في نقلة تانية هنا بقى والله يبص أنا شايف تجمع عيب في نقلة كبيرة جدا أنا كمان شايف هنا المقر مثلا بتاع الشيخ زايد روحته كذا مرة آه ممتاز جدا يعني لا 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 مقر الشيخ زايد رائع ولسه هيكتمل ده لسه بالمدينة الرياضية شاء الله بالمدينة الرياضية دي كمان فعايز أقول إن العمل معلش مجلس الإدارة لن يحتاج إلى كثير من الكلام عشان يقول أنا عملت كذا طبعا الأعمال والإنجازات اللي على أرض الواقع دي يا سيد محمود هي بترد هي اللي بترد على أي افتراءات بقى طبعا وما هواش موضوع كلام ولا حوادية صحيح دي حقيقة على أرض الواقع بص الجمال وبص الشغل الرائع المعمول في كل مقرات النادي الأهلي الحقيقة إذا بنشوف حاجة جديدة بتحصل في القاهرة الجديدة هنلاقي الأجدد هيحصل كمان في الشيخ زايد خلي بالك وهيحصل بعد كده في مدينة ناصر هيحصل في الجزية أول ما تعمل الفرع لو يعتبر الفرع الأولاني بعد المقر الرئيسي بتاع مدينة ناصر رحنا أول ما بدأ خالص نعم منطقة كانت لسه جديدة ده زايد يا أشهز جمال منطقة جديدة وما فيش حاجة محيطة بها خالص بعد كده بقى اتفرج على العمران صحيح هذه المنطقة خلي بالك لا اتفرج على سهل الشواء بقى بكامل ما أنا بقول حاجتك يعني وجود كان بملاليم أصبح بملاليم وجود كيان زي باسم النادي الأهلي صحيح ده مية في المية بيعمل توسع رهيب في الناحية العمرانية في المنطقة خلي بالحضرتك ما هي وزارة الإسكام مش هتديك الأرض أيوة غير لما تبقى عارفة أن عندك مجلس إدارة بيحترم جمعيته العمومية مجلس إدارة حيلبي طبعا كل البرنامج بتاعه ودور مجتمعي بارد نادي الأهلي طبعا لأعضاء الجمعيته العمومية وأعضاء جمعيته العامة لكن في نفس الوقت المصر كلها هو لو عملنا كاس عالم ما هو تفضل اتمرن في ملاعب النادي الأهلي في القيارة الجديدة هو عملنا الأوليمبيكس تفضلوا تمرنوا في كل الانشاءات مش فيه أندية عربية مش فيه أندية عربية شقيقة بتيجي وتتدرب في الملاعب في مدية نصر طبعا ده شيء مهم جدا برضو أنت بتزود القيمة الرياضية للمجتمع المصري أو للرياضة المصرية أي منشأ بيتم ده إضافة سيد محمود لل من هو يا رئيس عصاري حضرك على حالي من هو جاي من فين أنك أنت وصلت للرقم من أنت وصلت له في عقود الرعاية ثلاثة آه في عقود الرعاية يعني من فين يعني أنا هبدأ معالش مكان من احترام فاضل يعني أنا أتكلمك أقولك أنا عند الشعبية وأن أنا عند 850 مليون على مستوى الوطن العربي ما تديني منطق يا أخي يعني ما تديني منطق تحللي تقول لي بص طبعا أنا عاوز أعرف يعني أربع خمس فروع داخل الجمهورية وأكتر من 30 نادة على مستوى الوطن العربي اسمهم النادي الأهلي وبعدين تجي تقول لي أنا مش عارف يا جماعة يعني إيه خلي يعني خلينا يعني بنوع من العقل كده والهدون نتناول الأمور ونديها وضعها الطبيعي ونقشها بأسلوب ما تنقشش وما تقارنش عشان ما تتعبش أصلا أنت لو دخلت في المقارنة هتتعب فلما تيك تقول لي ليه فلان بياخد جينيه والتاني بياخد عشرة نزا أقولك تبديني ابني الأسس كده واحد اثنين تراتة اربعة خمسة ستة صحيح يعني ناقش كده منطقيا وشوف ده جيل نهارده ولا جيل من زمن صحيح يعني عاوز أقولك إيه أنت بص على متطلبات بص على الناس تاني بترغب في الشراكة وأنا دلوقتي ادخلت ولو طولهم تعالوا ولهم نفسهم شايفين مكان مستقر مكان حسب وشاف وناتج وعملي وعندهم دراستهم كل الكلام حضرتك كراعي جاي النهارده عايز ترمي فلوسك في الارض من قال الكلام ده ايه طبعا عاوز أحسب حكسة بيه حكسة بيه الرعاق يبحثوا عن خلي بالحضرتك برده بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 12 أو حيتم الإعلان مش عارف 12 ولا 12 ونص لسه حيتم الإعلان عن شراحة جديدة ورعاية جديدة إن شاء الله طبعا كل ده حضرتكو تقدروا تشاهدوا من خلال قناة النادي إن شاء الله المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي مع أحد الرعاق اللي حيكون بكرة إن شاء الله سيتم ده كله جاي ليه ده كله جاي ليه نتيجة ليه النجاحات المتتالية في جميع المجالات نعم مش بس رياضة صحيح يعني مش بس رياضة مش بس بطولات لا الإنشاءات والنجاح اللي موجود فيه النادي الأهلي على طول هو اللي بيغري أي مستثمر أو أي شريك نعم ناجح وبالتالي بكرة إن شاء الله مرة تانية بكرة إن شاء الله هناك تغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي أحد الرعاق سيتم الإعلان عنه بكرة في مؤتمر صحفي كبير إن شاء الله سيكون منقول على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي وتغطية خاصة طبعا لكل اللي بيحصل في المؤتمر الصحفي زي يوم المؤتمر السابق والإعلان عن شراكة استراتيجية مع النادي الأهلي مع اتصالات مصر خلال الاسبوع اللي فات والحياة كان مؤتمر على اعلى اعلى مستوى مش عشان نغيص حد ولكن هذه الحقيقة طلبت شركة اتصالات مصر بان يكون هناك مؤتمر صحفي للاعلان عن هذه الشراكة المميزة ده مش رعاية ده مش رعاية اه ملاشا لحضرتك هنطور مع بعض عشان نجد بكرا ان شاء الله ايضا سيتم الاعلان عن رعاية او راعي جديد شراكة انا مش عارف بقى الحياة التفاصيل لكن بكرا ان شاء الله سيتم الاعلان عن دعاية جديد اه بالزبط انا حتى مش قادر اقول مين لانه بكرا ان شاء الله كل حاجة سوف تتضح حضرتك عارف ان احنا لان مش دايما دورنا ان احنا بنتكلم في اي شيء الا بعدما يتم الاعلان عنه من خلال يعني ارجع لك تاني بعد 11 سنة اه اقول لك انا اقول لك ان انا عايزك يعني لو انا ما شفتش معاك اه نجاح ما شفتش معاك حاجة حلو هرجع لك تاني وارتبط بيك وفضل واجيلك اه وغير شعاري وحط اللون الاحمر واعمل مش عارف لا بص الاهلي لو انت خدت التجارب حتى من البداية هتلقى تلقى تلقى شركات الكبرى اه في الاتصالات في مصر كلهم رعا من النادي لاي نعم بداية من فضفون مرورا بالاتصالات كلهم الحقيقة كل الناس عاملت اه مظبوط اه مظبوط ده الكلام ده هيخلي الناس دي هتدي تلمي فلوسها كده في الهوى ولا عارف انه هيبقى عامل ازاي فييجي يقولك ايه لا المسألة ما مصبحتش مسألة رحاية لا ده شراكة حقيقي وشراكة تعم وكمان ايه على المستوى الرقمي والتكنولوجي والتطويل واللي هتشوفه اعتقد بيزنس اعتقد انتصالات مصر هتقدم هزين مرة شكل مختلف جدا في المرحلة اللي جاي ان شاء الله طيب عموما هخلينا بقى نروح بسرعة لفريق الكرة عندنا مباراة افلنا صفحة المقولين العرب على رغم ان في كاس مصر لم يكن الاداء جيد ولكن كان له مبرراته الاداء الغير جيد كان له مبرراته وتم قبولها الحقيقة من كل جمهور النادي القلي وبالتالي نادي القلي بيستعد لمباراة اخرى يوم الجمعة القادمة في بطولة اخرى وهي بطولة الدور العام وامام طلاعي الجيش بمدير فني جديد كان المدير الفني واستطاع ان يحوز للنادي الاهلي واستطاع ان يفوز مع النادي الاهلي بالبطولة الافريقية كابتن محمد شوف مستر كولر نجح خلال الفترة اللي فاتت من اول ما تولى المسئولية في انه يعمل تغيير واضح فيه شكل واداء الفريق نعم باتفق مع حضرتك برضو انه فيه ظروف كثيرة ادت الى ان النادي الاهلي في المباراة مباراة الكاس امام المقاولين العرب مكانش على مستوى طموحات الناس طبعا متفق عليها تماما بس برضو انا من خلال برنامجك كابتن نفسي اطلق تحذير لعيبة الكورة في النادي الاهلي انه كاس مصر تحديدا البطولات الكؤوس لا تحتمل انه يبقى فيها اي مجاسفة او ان تترك الامور حقيقي لان انا شخصين انا بتفرج اتفرجت على الماتشو كلنا اتفرجت اه لا اتفرجت عليه حتى حانت لحظة ضربات الترجيع اه انا شخصين قمت قلت اعمل اي حاجة بقى وارجع عما يشوف الدنيا ترسل ازاي انا بيقوم يا استاذ جمال اه ما انا بقولك والله انا مش ببالغ قمت فعلا قلت مفيش داعي بقى تشد قوي بس هقولك حاجة اه تعرف بعد الكرة اللي فاتت مضعت من المقاولين وشفت انها مش افصايد اه يعني هاتها تانية ساميل لو سمعت انا غريبة جدا على فكرة انا قلت صعب جدا ان والله ايوة انه هينتهي كده من متش هينتهي بقى يعني ما اصل الكرة دي ما هو وارد يا كابتن بس يعني مش بس كل شيء وارد في كرة القدم هو مش قصده او احمد علاء بيعمل كده جات في رجله وراحت لوحة فاضي ايوة كل شيء وارد في كرة القدم بس انا بتكلم بالذات على الفرص الضائعة السهلة يعني قبل يعني في وقت مبكر من المباراة في فرص سهلة جدا صح كانت ممكن تحسن هذا الامر نعم وتقضي على القلق اللي موجود عند الناس اللي بيتفرجوا فاحنا بنطالب او بنتمنى ان يكون هناك اه يعني ايه اه اه بخل شوية في اضاعة الفرص متفضل اه لان اه ايوة انا بقول حبيبتك فبب انا معلش مش عايز اذكر اسماء يعني ايه ماش متعجل يعني مش محتاجة تذكر اسماء لا لا هي واضحة امام الجميع ايه لكن انا بتكلم ندائي للجميع اه لكل لاعب يعني مثلا اه الراجل اللي اكتشف اه كولر دا اكتشف لعيب جميل راجل المهم الصعبة كريم فؤاد ايوة كريم فؤاد اول ما ابتدى ياخد التعليمات انه يتقدم شوية قدام ها بنفس الطريقة تقريبا بس هو ما مررهاش بقى هو ما عملهاش عرضيا هو جاب بنفسه نبع ايه فاللي انا عايز اقوله ان انت عندك لعيبة وعندك امكانيات تقدر اه اه تبرد بيها القلب ها بدون ما توصل لمرحلة فيها التهابات يعني انا بتكلم بمنتهى الصراحة اه فا طبعا اه كريم حللك اللغز اه حافظ عليه بقى طبعا حافظ على الهدف ده اذا ما قدرتش يعني انا من ضمن الناس اللي سمعتهم بيتكلموا كويس على الخصة دكتور طيب اسمعيل اذا ما قدرتش تجيب جون تاني حافظ عليه حافظ على الجون اللي انت جبته طبعا لان اه اه شايف هي تمريرتين لا فيهم خناقة ولا تعب ولا جهد ولا حاجة تمريرة نعم بالمقاس في مكان مظبوط تصرف جيد من كريم فؤاد نعم يعني على نفس السيناريو تصرفه في مباريات اخرى فاحنا بنتمنى انه كاس مصري يا جماعة ما يخرجش ما يبعدش عن النادي الاهلي صحيح الدوري والبطولة الاساسية لكن جميل جدا جدا انك تحتفظ بالاتنين دوري وكاد واحنا قلنا لازم هذا موسم يحتاج منك ان انت ما تفوتش طيب خليل نتلع نشوف تقرير عن مارسيل كولر والفترة الماضية وما حدث نرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى زي ما حضراتكم شفتوا كده يعني كولر له مميزات كثيرة جدا الكل بيبحث عنها يعني احنا كنا بنبحث قبل بداية الموسم الناس كانت عملا تقولك ايه يا جماعة بسرعة تزامجبتوش مدرب دايما اقول يا جماعة في التقني السلامة خلينا نصبر كله بوقته يعني بزبط كله بوقته الحمد لله ربنا كرمنا بهذا المدير حتى الان ماشي بشكل جيد جدا انا الحقيقة اول مرة او تاني مرة التقي معايا كانت الاسبوع اللي فات في مؤتمر الصحفي اللي فات للنادي الاهلي في الاعلان عن الشراكة رجل في منتهى الأدب ورجل لطيف جدا 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 ولطيف يعني انت وانت وانا شفت الوفرات بتاعي يعني عارف قاعد يتكلم كلام حلو يعني انت وطبعا المترجم طبعا استاذ خالد شرح له كل حاجة وقال له كل حاجة برضا دكتور خالد حاجة محترم جدا اه دكتور خالد رجل الحقيقة يعرف تماما فرجل واضح انه هو له سمات شخصية جيدة الكل اللي كان يبحث عنها سوس جمال مية في المية واضح ما ده سمات شخصية بعيدا عن الفنيات اه لا احنا انا قلت انا وجهة نظري وناس كتيرا تتفق معايا انه منذ وصول هذا الرجل باين انه هو شخصية مختلفة بمعنى ايه يعني حتى بعض الناس لما سؤلوا عن الفرق بين كولر وفايلر وفايلر مواطنه قالك ان كولر بيمتاز عن فيلر بانه بيقدر يعمل علاقة كويسة مع اللعيبة بتاعته يعني بيشغل نفسه بياخد الامور يعني فيلر شوية بيدي افكار وبيدي حاجات لكن كولر فيه شوية ايده في الشغلانة اكتر وبيحب يعرف كل حاجة يعني يعني ايه انا اقولك على فايلر انه كمان كان فرق عنده مشكلة خد فترة عزل نفسه عن الفرق ايوه بالضبط. أنا ما كلمك يعني. يعني كان هو مثلا هم في مثلا في مكان وهو في مكان كان عنده مصواص. مصواص خارج ربنا يعافينا وعافيه. فهو كان عنده مشكلة رغم كل الامكانيات اللي خادها وكل الدعم لقدمهول. ده هم دارب كويس. نا أفكاره كمان. والدارة حتى لما مسألة نهو تمسك انه هو يمشي وقدموله كل حاجة الحلول عشان استمره. ولكن كانت إرادة ربنا سبحانه وتعالى انه يجي ايه. فتحة الخير تيجي على وش مين. صحيح. المسلماني في عمل مشاكل. كولر أنا شايف انه مباراة المولون دي كان بالنسبة لي مهمة جدا عشان هو يشوف الوضع بأمانة شديدة. صحيح. عشان يشوف اللعطات والسلبية بتاعت السنة اللي كانت فيها المشكلة. الفرق الدفاعية البحثة. ازاي تتعامل معها. وزي ما حالك بتقول كده انت هتقابل ناس كتيرة جدا. بس هتلع لأ كله هيلعبك بالطريقة دي. بس اسنة 3-4 فرق. بس اسنة 3-4 فرق. فانت بقى بدايتهم بقى طلع الجيش هتتفرج على زفاع مقفول بصورة. ولينا تجربة مع كفت المحمد يوصف مع البنك الاهلي. ما حدش يقدر. أنا عاوزك يقول له الماتش ده. وللو تفرج عشان تشوف الوضع يبقى عامل ازاي. وقالك جول واتلغى بطريقة غريبة جدا. فانعاوز أقول لك ايه. رغم الناس زعلت. وكتير جدا. يعني اتخذوا من المنظر ورغم حجم الفرص اللي ضاعت. ودي برضو ظاهرة برضو كان عانى منها الفريق المسلم الماضي. ظاهرة فرص كتير جدا. كان في المباراة ممكن يضيع منك 7-8 اهداف محاققين. النهاردة مباراة الميوانين دليل مؤشر واعتقد انه هيبقى في حساباته. ازاي يحاول يحل المسألة دي. لانه الكل والغالبية من الثمنتاشر هيلعب قدامك على الاربعتاشر فريق. هلعبوا معالك بنفس الشكل. فازاي انت هتعرف تتغلب على الموضوع ده. اكيد ده كله هيبقى في الحسابات في المرحلة الجاية بداية من مباراة طلاق الجيش. هتكون مباراة برضو اختبار حقيقي هل بحست عن الحلول ام لا. وانصاف الفرص دي مهم جدا. ها طبعا. وتستفيد ازاي من انصاف الفرص. دي مهمة جدا. دي مهمة جدا. هيا دي. لا مش انصاف فرص انا. هيا مش انا. هيا فرص محقاقها يعني. لا يعني بزعلش بني. في مباراة اقدر اقولك انها انصاف فرص. لأ فيه فرص سهلة يعني فرص سهلة جدا حدردك أنصاف الفرص دي اللي هي ايه الكرة معديها بالعرض والدنيا وملحقش لكن مش الفرادات لكن ما يا فندم يعني ست يعني أربعة وواحد قول خمسة مش حقول ست جبت منهم اتنين المطش تفت المطش بقى شكله مختلف تماما اتنين مش واحد اتنين المطش بقى شكله وحضراتكو أسادزة لأ لأ من خلال متابعتنا يعني انت كلاعب كورة هل ما بحصلش عندك نوع من الغيرة وانت بتتفرج على كأس العالم يعني شوف الناس بالأداء والقوة واليقزة والروح يعني النادي بيقدم لك كل شيء كل شيء انت تنتظري يعني مثلا يجي ينزل الكورة وحط الجول يعني ولا يعمل ايه هو أول نصف ساعة كان يستطيع النادي نالي أن يغير شكل المباراة تماما ولكن في النهاية ننتظر إيه اللي حيحصل يوم الجمعة على رغم من نهاية بداية المباريات اللي مش الصعبة يا صعبة لكن المباريات الدفاعية البحث البحث طبعا ايه دي البداية يعني كانت البداية المقاولين في الكاس والطلاقع في ما هي قصد انت ده زي ما سيد محمود قال انت معرض للفرق اللي بتلعب معك الدفاعي اوكي معرض لهم كتير أغلب فرق الدوري هتلعب معك لا بس التلاقع بتبقى الدنيا يعني لا طبعا هل كده وحضرتك يعني الموضوع بيبقى أزيت شوية بالزبط يعني دي طريقة لعب طلعك جيش كده يبقى لازم انت يبقى عندك مفيش مبرر مفيش مبرر يواجه ده مفيش مبرر خيرا علشان وقتنا بينتهى أستاذ جماله وأستاذ محمود رأيكم ايه في كاس العالم بشكل عام يعني النهاردة يعني اعتقد ان امريكا كانت كسبانة 1-0 واعتقد المباراة انتهت بفوز امريكا والمباراة التانية انجلترا اكيد كسبة 3-0 يبقى أومل اتنين تقاربا والتالي انجلترا وأمريكا ساعدوا للمباراة التالية خدوا بعض يا رئيس وطالعوا مع بعض نعم أعدلوا مع بعض وخدوا بعض وصابوا الاتنين وارا يعني اه لا خلاص يا الله انا أكله في اللطيف لكن بشكل عام ايه أكتر حاجة أستاذ جمال لو حضرتك هتكتب البكرة بشكل عام بعد نهاية الأدوار الأولى يعني شوف انا بالنسبة للفرق لسه لم تنتهي طبعا ولكن اه بالنسبة للفرق العربية يا دي اللي تهمني حاليا يعني العربية والأفريقية ايوا حاولت او بتحاول ما زالت حتى الآن طيب منهم السنغال حقيقي تأهلوا الحمد لله وانا بقول الحمد لله لأنها فريق أفريقي بصرف النظر عن المشاكل اللي كان بيننا وبينهم نعم طبعا نسعت بإن منتخب السنغال طبعا يصعد ويكمل مسارته والله يا سيس جمال الواحد هو قد بتفرج على مباراة السنغال كأنك بتتفرج على منتخب مصر بالزبط لا وفعلا فعلا هم مكتهدين جدا سعودية نفس الكلام بالزبط قطر نفس كل الناس كل الفرع بقى اللي هي بلدياتنا العرب اللي هم بلدياتنا الحمد لله بيحاولوا في هذه البطولة أن يثبتوا وجودهم المغرب السعودية تونس رغم أن هي حتى الآن لكن موجودة برضو ما زالت بتحاول أنها تصعد إنما في محاولات على الأقل الفرق دي بتقول لو مش حنقدر نصعد إحنا عايزين نثبت أن إحنا كويسين فده في حد ذاته شيء كويس قوي والفرق الأفريقية والعربية لابد أن تكون طموحاتها دايما أعلى طبعا لأنه هو المشكلة أنه بيلعب ماتش كسب الأرجنتين السعودية مثلا لا بس عمل مباراة تانية بشكل جيد والله بسوأ أضاع العديد من الفرق هذه بقى أضاع كثير مع أنه لعبه مباراة قوية جدا ومازالت ألف فرصة قائمة إن شاء الله ربنا يوفقهم بإذنه سيد محمود لو كنت بص على كل اللي شفته الفترة الأسبوع عشر تابل يا فادور تقول إيه أو الأسبوع اللي فات لا طبعا بص أنا شايف الكرة الجماعية أيوة مفيش نجم يا رب عليك يا سيد محمود مفيش حد تقدر تقول إيه كرة الجماعية يعني إنجلترا تقول مش هتقدر تقول هاريكي مش هتقدر تقول بقية بس في نجوم جدت يعني في نجوم هتقول جماعية الأداء جماعية الأداء هي المسيدة يعني مثلا عندك أنت تفرقت على متشد مثلا المنتخب الكندي عمل كمية جاري في الملحب مباراة أسبانيا وألمانيا شباب 19 و 18 سنة وشوف انت كمية السرعات واللقاء البدنية والفرص والتصديات ويأخذة الحر يعني عزيزة أقولك إيه على ما يبدو هذا المنديال سيكون منديال أفول أكثر من نجم يعني نهاردة على المحك ميسي رونالدو نمار هتبقى الأمور تدريجية ربما يبدو في الصورة أنا شايف يبدو في الصورة أن الديوك الفرنسية ربما والصنبا ربما يكون هم الأقرب في الوصول الفائل فرنسا بتقدم مستويات كبيرة جدا بعناصر شابة وعدة معهم كيليان مبابي طبعا شغل كبير جدا وليفي جيرو عاوز أقولك أن المسألة مختلفة البرازيل برضو في ظل غياب حتى نمار مباراة لعبة مباراة قدام سويسرا دفاع سويسرا دفاعين أكثر من رائعة لكن عاوز أقولك إيه الحماس برضو والمهارة والخبرات المشكلة عندنا يا كابتن إننا إحنا يعني إيه الكرة العربية والأفريقية لسه مسألة ما تخلصناش من مسألة الانبهار إننا نألعب مباراة وكأنه أوفوز بيها فانتهى الأمر عندك طموحاتي قال لأ لابد يكون عندك أنك يبكون عندك طموح أنك أنك أنت تروح للدول التاني بتخطط إزاي أصعد للدول التاني ولما أصعد للدول التاني إزاي أروح لدول أروح أعاد للدول التاني وأروح لدول التمانية يعني عاود أقولك إيه إن هذا غانة أكيد في حساباتها مش هتنسى الفين وعشرة مع رجوين يعني إيه يعني إيه خطوة ما هو استخدم إيده في لقطة خلاص يعني بعد السيمي فاينال وقتها كان هيبقى حدث استثناء وناس كلها زيلت يعني عاوز أقولك إيه فيه منتخبات عندك غانة والمغرب ودي السنغال معهم السعودية عندها فرصة بس مباراة في غاية الصعوبة مباراة مكسيك ما تعتقدش المكسيك لا 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 ده هتشوف حاجة وجه تاني ليه بقى أنا كنت أتمنى في مباراة بولندا نخلص تعادوا الحاجة لا لا شوفت أنت ونت إيه أنه أنت عملت حماس واندفاع ده كبير بحساب بس دعت جوان برضو يا سوز محمود شهاده المباراة بس برضو فرقة تانية بتعرف تخلص بلعب على بلعب على تفضل خلاصت بإيه ما خلاصت بلعبتين يعني ممكن يبقى فيه مفاجآت يا عالم إيه اللي حيحصل محدش عارف عموما هي بطولة رائعة حتى الآن أتمنى أنها تستمر بهذا الشكل أشكرا جدا شكرا جزيلا أستاذ محمود على وجودكم دايما بتشرفون وتسعدون بكلامكم وموجودكم معا شكرا جزيلا هنطلع بقى نشوف ماذا قال دكتور سعد شلبي دكتور سعد شلبي بعد انتهاء الجمعية العمومية ماذا قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي وكلام هام جدا ومهم جدا لأعضاء الجمعية العمومية ولأعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي وبعد كده فاصل وبعد الفاصل هيكون معايا ضيوفنا في فقرة كواليس المونديال ولكن نطلع نشوف التقرير وفاصل وبعد الفاصل ضيوفنا في كواليس المونديال كل الشكر لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب إعلان عدم اجتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي نتكلم في كل التفاصيل الخاصة بهذه الجمعية دكتور سعد برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايز أخذ كلمة الكابتن محمود الخطيف ومستهل كلامه قال مهم جدا أننا كلنا نتجمع تحت عنوان عائلة النادي الأهلي أمن الممكن أن يكون فيه اختلافات لكن كلنا نتجمع تحت مظلة واحدة هي كايا للنادي الأهلي يمكن خليني أحني الأول كل أعضاء الجميع العمومية الموقرين اللي هي عائلة الأهلي الكبيرة بهذا اليوم الجميل اللي عاشنا فيه كلنا زي ما ذكر كابتن محمود تحت مظلة واحدة هي مظلة النادي الأهلي اللي بتجمعنا كلنا حتى لو كان عندنا بعض الوجهات النظر اللي عايزة تعزز من الإنجازات اللي بتحصل داخل جدران النادي الأهلي ده محدش يقدر ينكرها ويمكن ده كان واضح في التقرير اللي استلامته كل أعضاء الجمعية العمومية الموقرة النهاردة في تقرير خاص عن نشاط السنة المالية عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين واللي في الحقيقة كان بيحمل مجموعة من الإنجازات أهم هذه الإنجازات في الحقيقة هي قوة الأداء المالي للنادي الأهلي لأن الأرقام هي التي تتحدث والأرقام هي التي لها مصداقية والأرقام هي التي يتم تحليلها واستخلاص النتائج منها كان ميزانية في الحقيقة تجاوزت 3 مليار 87 مليون جنيه ودي هي الميزانية الأدخم في تاريخ النادي الأهلي وهي الأدخم أيضا داخل أنديت القرى الأفريقية وده شيء يحسب لمجلس إدارتنا الموقر في الحقيقة بقيادة الكابتن محمود الخطيب مش بس عملنا ميزانية مالية ضخمة ولكن أيضا هذه الميزانية عكست أيضا فائد مالي أيضا كبير في ظل تحديات اقتصادية بتواجه كل دول العالم وبالتالي بتنعكس أيضا على الدولة المصرية اللي احنا بنفتخر بالانتماء إليها وأيضا على مؤسسة الأهلي كمؤسسة وطنية كبيرة في الحقيقة حققنا فائد قدره يمكن احنا اعلننا عنه من فترة لكن النهاردة كنا حارسين ان احنا نعرضه على جمعيتنا العمومية الموقرة هذا الفائد بلغ أكتر من 149 مليون جنيه وده اعتقد انجاز أيضا تاريخي يحسب للجمعية العمومية قبل أن يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي لأن في الحقيقة الجمعية العمومية هي اللي كانت حريصة على اختيار هذا المجلس الموقر لأنها كانت لديها ثقة كبيرة في قدراته بما يضم من كفاءات في مختلف المجالات وأهمها طبعا الجانب المالي اللي انعكس في مزايتنا يمكن ده كان واضح وتخرير النهاردة احنا فخرين به جدا 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 واعتقد ان بعض الأعضاء اللي احنا وقفنا معاهم كانوا أيضا متفهمين هذا الانجاز بقدر كبير وده بيعكس في الحقيقة أيضا وعي أعضاء الجمعية العمومية بالانجاز يمكن زي ما حضرتك حضرت معانا من خلال قناتنا المؤقرة قناة النادي الأهلي سمعنا الممثل الجال إدارية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وكيل أول وزارة الشباب والرياضة وهو بيعلن حجم جمعية العمومية للنادي الأهلي 184775 أعتقد ان دي جمعية عمومية ضخمة جمعية عمومية كبيرة جمعية عمومية عريقة كل مرة بتقدم نموذج فريد على الرغم من الحرص عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية على الحضور والتسجيل ليس اليوم فقط بل بالأمس أيضا كان لدينا حضور أيضا من الجمعية العمومية ولكن دم يكتمل النصاب القانوني لأن النظام الأساسي للنادي الأهلي بيأكد على مجموعة من المعايير وإحنا حرسين كنادي أهلي طول تاريخنا الكبير العريق ده أن احنا نلتزم بدستور النادي الأهلي وهو النظام الأساسي النظام الأساسي بيقول أن في اليوم الأول 50% زائد واحد وبالتالي 50% من الـ 484 ألف أعتقد أنه هيبقى صعب جدا كان في اليوم الثاني النهاردة 10% من إجمال الـ 184 ألف أو 5000 أيهما أقل وفي الحقيقة أجمالي عدد الحضور كان 3972 وبالتالي أعلم ممثل الجهة الإدارية أن الجمعية لم تكتمل وبالتالي سوف يتولى مجلس إدارة النادي الأهلي مهام الجمعية العمومية على أن تحالي الميزانية للجهات الرقابية الممثلة في الجهاز المركزي المحاسبات وأيضا وزارة الرياضة للقيام بعملية التطقيق المالي على الرغم من أننا عارفين أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي فيها كثير من الخبرات والكفاءات أيضا اللي في كل مجالات التخصصات ومنها المجالات المحاسبية لكن أعتقد أن الجهات الرقابية أردن بتبقى حريصة أنها تقوم بعمليات تطقيق وإحنا بنبقى حارسين على ده إن شاء الله ده كان مش الإنجاز الوحيد كان فيه سلسلة من الإنجازات الأخرى وإن شاء الله إحنا حارسين إن إحنا كنا نحطها في تقرير العام المالي الحالي كابتن محمود الخطيب في كلامه تكلم على المصرفات والإرادات وقال إحنا خلال الفترة القادمة بدأنا التخطيط أن نعزز موارد للنادي الأهلي ونزود إرادات النادي الأهلي لمواجهة كتير جدا من المصرفات فظل أن النادي الأهلي خلال جائحة كورونا كان واحد من أهم المؤسسات الرياضية اللي كان عنده التزامات سواء على الناحة الإنشائية أو على مستوى التزام في العقود مع اللعبين أو مع كافة أفراد النشاط الرياضي يمكن خلينا ناخد ده يعني كانت طبعا نتيجة الكابتن محمود الخطيب دائما بيبقى حريص على احترام مبادئ النادي الأهلي وقواعد وقيام النادي الأهلي ومن أهم هذه المبادئ هو النظام الأساسي للنادي الأهلي اللي بيأكد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لا يكون هناك أي نقاشات فعشان كده يمكن هو في كلمته البسيطة السريعة كان حريص أنه يبين أن فيه إنجازات حصلت ولكن هذه الإنجازات أيضا تحتاج إلى المزيد من الجهد ومن العمل لأن مصاريف النادي الأهلي ومصرفات النادي الأهلي هي أيضا مصرفات ضخمة على الرغم أننا عندنا مزانية مالية كبيرة وعندنا مجلس إدارة في الحقيقة قدر يحقق طفارات مالية ضخمة جدا لكن خلينا نقول زي ما حضرتك تفضلت مشكورا في ظل جائحة كورونا توقفت الحياة تماما في كافة أنحاء العالم في خلال أربع سنوات كان منهم سنتين كورونا موسم 19 كورونا بدأت في نهاية عام 2019 على ما أعتقد وعام 2020 بالكامل كان هناك توقف كامل للنشاطات الاقتصادية لكن مجلس إدارتنا في الحقيقة قدر يحقق إنجاز فريد من نوعه إحنا في خلال أربع سنين من تاريخ الاستلام أرض التجمع الخامس فرع النادي الأهلي الجديد في التجمع الخامس إحنا يعتبر لو خصمنا السنتين دول يعتبر الفرع تم إنشاؤه في سنتين وأعتقد إن ده إنجاز لم يحدث في تاريخ الأندية المصرية أن يتم إنشاء نادي بالكامل على خمسين فدان مساحة خمسين فدان وأن يتم إنشاؤه بهذه الجودة المتناهية اللي صار يعني في الحقيقة اللي نالت إعجاب كل من رأى الصور على الحقيقة أو كل من زارة أرض التجمع الخامس في الحقيقة كانت مصار إعجاب وتقدير كبير جدا وهذا إنجاز أيضا يحسب لمجلس إدارتنا ويحسب لأعضاء الجمعية العمومية اللي اختاروا هذا المجلس المؤقر في الحقيقة وده بيعكس مدى الوعي للجمعية العمومية وأيضا قدرتها على الاختيار من يستطيع أن يحقق طموحاتها وطموحات جماهيرنا اللي موجودة في كل مكان وطموحات الجماهير لما نيجي نتكلم فيها أيضا هنلاقي في جانب في الجمعية العمومية على الرغم أنها صاحبة القرار الأعلى في النادي الأهلي لأن فيه قرارات بتتعلق بتحقيق طموحات الجماهير الكبيرة اللي متمثلة في الإنجازات الرياضية الضخمة أيضا كان عندنا سلسلة من الإنجازات الرياضية لفريق الكرة القدم وكان أخيرها الحمد لله السوبر المصري اللي كان في دولة الإمارات اللي كان عن الموسم 2021 في الحقيقة عشان كده دايما نقول أنه ينسب للمجلس في تاريخ 2021 كان عندنا أيضا إنجازات في كرة السلة كان عندنا إنجازات في كرة الطيرة كان عندنا إنجازات في كرة اليد السوبر الأفريقي لكرة اليد في الحقيقة ده أنا بس بدي بعض الأمثلة عشان يبقى فيه يعني تذكر من مشاهدنا الكرام وأيضا أعضاء جمعيتنا العمومية الموقرة لكن على الرغم من إحنا عندنا أيضا أشار لها الكابتن محمود عندنا عقود رعاية رياضية تم توقعها ويمكن كان عندنا احتفال يوم الأربع الماضي وعندنا احتفال في الباكر أيضا ويرب دايما يدير احتفالات النادي الأهلي المستمرة اللي بتاعك سرقي النادي الأهلي وبتاعك سرقي شركاء النادي الأهلي وقدرة النادي الأهلي على إنجاز متطلبات أعمليات التمويل الضخمة للنادي الأهلي لأن احنا عندنا استثمارات ماضية وعندنا استثمارات في المستقبل عندنا استثمارات في التجمع الخامس بلغت تجاوزت اكتر من 1.6 مليار جنيه مستمرين ان شاء الله في تنفيذ سلسلة من التطوير في البنية التحتية سواء كانت فيه فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد وانا امكان هذكر المشروعات القائمة في الشيخ زايد الان ان شاء الله في القريب العجل سوف يكون هناك افتتاح للملعبين الكبار بتوع كرة القدم ايضا هناك اماكن انتظار السهرات سوف يتم افتتاحهم مع الملعبين بالاضافة لعندنا مشروعات استراتيجية ان شاء الله في العام المالي القادم هيتم افتتاحها زي المبنى الاجتماعي ايضا في الشيخ زايد عندنا المسجد في الشيخ زايد عندنا حمام السباحة في الشيخ زايد على الجانب الاخر في مدينة ناصرة ايضا هناك زلسلة من المشروعات اللي تم الحصول على موافقات لها في مجلس ادارتنا الموقر السلم الكهربائي ده موجود ايضا المدرجات الملاعب غرف خلع الملابس في الملاعب قطاع الناشئين ده كله ان شاء الله بيتم على اكمل وجه خلال العام المالي القادم ان شاء الله وده يمكن احنا حطناه في تصوراتنا للموازنة اللي جاية خلال السنة المالية عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين دكتور سعد دور مهم جدا طبعا للإدارة التنفيذية وزي ما حضرتك وضحت هذا الامر ويبقى تقديم بعض الخدمات اللوجستية لأعضاء النادي الاهلي ورقي أعضاء الجمال العمومية للنادي الاهلي كم تشكر مهم جدا للإدارة التنفيذية ولكل افراد الجمال العمومية في النادي له يعني خلينا نقول ان الشكر الحقيقي في الحقيقة هو للجمعية العمومية المؤقرة جمعية العمومية الوقرة هي اللي بتقدر تدي الصورة الحقيقية لعظمة النادي الاهلي وايضا تفرد النادي الاهلي ما بين مختلف الأندية الرياضية يمكن حضرتك كنتم متابعين معنا على مداري اليومين ادى ايه اعضاء الجمعية العمومية على الرغم من ان احنا كنا في Dream في وسط الاسبوع لكن كان في حرص كبير من أعضاء جمعيتنا العمومية على أداء واجبهم تجاه النادي الأهلي وتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هم أيدوه واختروه وحطوه في موقع المسئولية تجاه تحقيق طموحات أعضاء هذه الجمعية العمومية الموقرة وأيضا جماهيرنا الكبيرة زي ما احنا شفنا النهاردة كان في توفير كل وسائل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية حتى تتمكنوا من هم يبقوا موجودين معنا في إطار عائلة الأهل الكبيرة كان عندنا عربيات موجودة في كل مقارات النادي الأهلي سيارات حارسنا أنها تبقى موجودة بأعداد كافية سواء في مقار النادي الأهلي بمدينة نصر أو في الشغزية كنا حارسين جدا على أن احنا نقلل زمن الرحلة المستغرقة بحيث أن احنا نزود عدد السيارات الموجودة ونقلل أيضا عدد الركاب في كل رحلة بحيث أن ما يقفوش وينتظروا كثيرا كنا حارسين أيضا على أن كبار السنة أيضا كل عربيات الداخلية الجولف كار اللي كانت موجودة عشان تنقل من البوابات لحد المقار الانتخابي الكراسي أيضا للأفراد الذين يعانون من بعض الإعاقات حتى نوفر لهم كل سبل الراحة أسليب الإعاشة كانت موجودة بشكل كامل جوه كل المقارات كان فيه أيضا الكتيب الخاص بتقرير مجلس الإدارة حتى يتمكن أعضاء جمعيتنا العمومية الموقارة أنهم يقروا كل الإنجازات التي تمت على مدار عام كامل في كل أنحاء النادي سواء كان في النشاط الرياضي سواء كان في كرة القدم الجوانب المالية الميزانية موجودة الخدمات أيضا موجودة الإعلام موجود سواء كان عملية التطوير في البنية التحتية أيضا موجودة في كل الفروع والمقارات في الحقيقة لكن كمان خليني أنتهز الفرصة وأتوجه بالشكر الجزيل لكل الزملاء في الإدارة التنفيذية اللي كانوا أيضا قدموا صورة مشرفة في استقبال أعضاءنا الموقرين وتوفير كل سبل الراحة ليهم كل الإدارات بمختلف أشكالها وأطيافها حضراتكم كنتوا شايفين كان فيه سعادة بلغة منهم وهم بيخدموا أعضاء جمعيتنا العمومية لأن ده وجبنا تجاه جمعيتنا العمومية اللي احنا فخرين بها حتى وإحنا لم يكتمل جدول العمال في الحقيقة كان أعضاء الجمعية العمومية بيتوجهوا أيضا بالشكر لمجلس الإدارة البعض كان لديه بعض الملاحظات اللي ادهاننا مكتوبة وإحنا بالفعل حطناها في الجدول وتموا منقشتها في مجلس الإدارة وإن شاء الله هي يتعمل لها برامج وخطة عمل على سبيل المثال السلم الكهربائي في مدينة ناصر كان جاي لنا ملاحظات من الجمعية العمومية احنا صدر عندنا قرار من مجلس الإدارة بالفعل بيه تكليف أحد الشركات الوطنية بتركيب سلم كهربائي اتنين سلم كهربائي في مدينة ناصر وده واحد من المقترحات اللي احنا يعني مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود كان حريص إنه هو يلبيها بسرعة بلغة مجرد ما احنا عرفنا وده كان من أحد الوعود أيضا اللي تم الوعد بيها في الانتخابات الماضية شكر كل الشكر والتقدير لهذه الجمعية اللي دايما بتقدم نموذج مشرف ما بين مختلف الأندية المصرية كل الأندية بتتحاكى بالجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي شكرا دكتور سعاد ابو التوفيق دايما بإذن الله ومزيد من التطوير ومزيد من الأمور اللي احنا بنلمسة على أرض الواقع من مجلس قدرتنا ده شكرا ليكو شكرا لتخطيتكو للجمعية العمومية كلام مهم من الدكتور سعد شلبي المديري التنفيذي للنادي الأهلي كلام من القلب من أحد أفراد اللي عايز أقول للمنتمين للنادي الأهلي اللي لامس نبض أعضاء الجمعية العمومية كلام مهم من الكابتن محمود الخطيب في تلبية طلبات أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ويوم في حب للنادي الأهلي زمال الكابتن الخطيب يوم في الالتفاف حول كيان وبيت النادي الأهلي تاريخ مبادئ تطوير هو شعار النادي الأهلي النهاردة طبعا إجمالي من لم حق التصويت في الجامعة العمومية 184.775 اللي حضر كان من المفترض حضور 5000 عضو لمنقشة الميزانية في الجامعة العمومية ولكن العدد اللي حضر 3972 وبالتالي لم تكتمل الجامعة العمومية للنادي الأهلي ونقدر نول كل التوفيق للنادي الأهلي في القادم بإذن الله ودور مهم جدا لكافة الإدارات داخل النادي الأهلي